في بعض البنوك أو في بعض الحالات ممكن البنك يكلم العميل ولكن يكلمه ممكن يطلب منه الحضور أو يعرض عليه مثلا خدمة جديدة أو يخترع عليه شيء ولكن عمر ما البنك هكلم العميل يطلب منه بيانات وهي دي الحتة اللي دايما النصابين دول بيخشوا منها ان العملة اغلبية العملة بسيطة وما بتقدرش تفرق وممكن جدا اي حد يكلمه قوله انا البنك اكس الفلاني بتاعك ويديله اي معلومة كده يحسسه ان هو من البنك فعلا فالعميل ينخدع ويفتكر ان فعلا ده حد من البنك ويبتدي يسخ فيه ويطلع الكارت ويقراله ويديله وكده فده هو المشكلة ان الناس بسيطة فما بتفهمش لا العميل لازم يبقى حريص البنك عمره ما هيكلم العميل يطلب منه لا رقم البطاقة الشخصية ولا رقم الكارت ولا الرقم التلات ارقام الصغيرين اللي على ظهر الكارت ولا يطلب منه اي معلومة فيها رقم خلينا متفقين ان انا ما ينفعش حد يكلمني ورد عليه بمعلومة فيها رقم الرقم البطاقة الرقم الكارت الرقم السري بتاع الكارت الرقم اللي على ظهر الكارت اللي هما السي في سي بنسموه اي حاجة فيها رقم اوعى تديها لحد يتصل بك على التليفون ليه لان الارقام هي على طول بتبقى اسلوب او بطريقة ما ممكن نستعملها للنصب او الاحتيال او الوصول الى الكروت بقى بتاعت الاقتمان ويبتدي ودي الحالات اللي بنشوفها لا اي ممكن ممكن فيه حتب ممكن تعملية بيها ترانزاكشن على الانترنت برقم الكارت والثلاث ارقام السرية تشتري تخش تشتري على الانترنت والناس بتخش تشتري على الويب سايتز ازاي برقم الكارت وبالثلاث ارقام اللي على الظهر بس كده بحتاجة يكون معاك الكارت نفسه عشكرا الارقام نفسها سرية اي رقم سر طبعا فيه ده ده نوع من الاحتيال فيه نوع تاني من الاحتيال اللي هو بقى ايه بيكون الكارت نفسه فيه ناس ممكن ايه اه اه محفظة سرقت فبقى الكارت نفسه موجود مع ايه؟ مع الحرام مع عليه الرقم قدامه والتلات ارقام وراء ده عشان كده على طول ايه اللي بنعمله لما محفظه لما الكارت بتاعي دي عم اكلم كول سنتر اوقف الكارت ممكن يسجل الرقم ممكن يعني لو فعلا اتصل بي رقم وطلب بياناتي بيانات انا عرفت على طول فيها ارقام وحسيت ان ده ممكن يكون نصاب او حاجة مفروض احتفظ بالرقم واكلم البنك بتاعي كول سنتر بتاع البنك بتاعي وابلغه انا جالي مكالمة حاليا من الرقم الفلاني بيطلب مني ارقام وبيدعي انه هو انتو واسكت طبعا الكول سنتر او البركز الاتصالات بياخد المعلومة دي على طول وبيمررها لجهات مسؤولة جوه البنك بحيث برضو البنك ممكن بقى يبعد رسالة تحذيرية يشوف يحاول يبعد يكلم المباحث او الاموال العامة ان يشوف الرقم ده مين بيعمل ايه نقبض عليه ازاي نتفادة الكلام ده ازاي